فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ومن ذلك ما سبق أن قوم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء يريد التبتل فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب إشفاقا عليهم وحرصا على سلامتهم فقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني فالعبرة بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وليست العبرة بأن الإنسان يزيد على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة في الخير بزعمه فإن الخير كله في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وهديه صلى الله عليه وسلم هو الاعتدال يصلي وينام يعطي العبادة حقها ويعطي الراحة النفسية حقها ويصوم ويفطر كذلك ويتزوج النساء ولا يتبتل عليه الصلاة والسلام فيعطي لنفسه حقها ويعطي للعبادة حقها ويعطي أيضا للناس حقوقهم هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي التعامل مع الله جل وعلا والتعامل مع الخلق هو الاعتدال والوسطية والمداومة على الخير فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم